أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة الشرق العوينات عن طريق استخدام طرق الرأي الحديثة والحفاظ عليها دون هدر جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات محتاجين نتأكد ان اولا بالنسبة لشرق العوينات ان احنا المخزون المياه الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الرأي هنا سواء للمنطقة المنزارة عليكم او للمستثمرين دي بيتم التعامل معها تبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة انا بتكلم هنا على استخدام المياه بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة فانا اعرف ان وزارة الرئيس بيتابعة ده دكتور مصطفى وعايز اتطمن منك ووزير الرئيس على ان احنا استخدامنا للمياه هنا سواء للمسؤولين في الشركة دي او لرجال الاعمال اللي شغالين في منطقة شرق العوينات دي واحد نفس الكلام بينطبق على منطقة توشكا فاحنا المحطة المياه اللي معمولة هناك من سنة 86 دي معمولة عشان تطلع حجم معين من المياه احنا محتاجين ان احنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة وبالتالي نظم الرئيس الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم انساء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او ليكم يبقى بيتم العمل بيها موسيقى